بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بيك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضيك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما آنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطي آيان حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلان حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيغينوني والحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سغل المطالب إليك مشرعاً ومناهل الرجائي لديك مترعاً والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحاً وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحاً وأعلم أنك لراجينا بموضع إجاباً وللملهوفينا بمرصد إغاثاً وأن في اللهف إلى جودك والرضى بقضائك عوضاً من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحلة إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجب غم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسني من غير استحقاقاً لاستماعك مني ولاستيجابين لعفوك عني بل ثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أد وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسألوا الله من فضلي إن الله كان بكم رحيماً وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيراً ونوهت باسمي كبيراً فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضلي ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلساني قد أخرسغ ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راغباً راغباً راجياً خائفاً إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طمعت فإن عفوتا فخير راحيم وإن عذبتا فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت ألا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعا غداع وأفضل من رجاه راج عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تأخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمًا أحسن بك ظن وما أنا يا رب وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين إليه وأخف المطلعين عليك بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياة سترك علي ويسرعني ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حيو يا قيو يا غافر الذنب يا قابل التاو يا عظيم المال يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياتك السريع أين رحمتك الواتعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجميل يا منعم يا مفضيل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميلة ما تنشر أم قبيحة ما تستور أم عظيمة ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا أحبيب من تحبب إلى أوايك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إلى أوايك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسع وجودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمينيك وكيف نستكثر أعمالي نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو انت غلتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تغى إلي من المعرفة بجودك وكرميك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام ملاذ بك واستجار بكرميك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلق ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا غاذا فيك طمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيمة عصيناك ونحن نرجو أن تسترى علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامنن علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعر ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنع كذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماءك وجل ثناءك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعفو العفو 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 سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من صخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالديه وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملكنا كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني وجعل علي منك واقية باقيا ولا تسلطني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقربا من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني فإن عفوتا يا رب فطالما عفوتا عن المبنبين قبلي لأن كرمك أي راب يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عن من أحسن بك ظنه إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرمي وجهي سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي حديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أقنته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي قويته أنا يا رب الذي لم أستحكك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاة أنا الذي حين بشرت بها أخرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحيت وعملت بالمعاصي فتعدت وأسقطني من عينك فما ذا عليك فبحلمك أمهلتني فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحيتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحت ولا بأمرك مستخيف ولا لعقوبتك متعريض ولا لوعيدك متغاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى أعلم فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسوا أتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعتي رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقناط عندما تذكر غايا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج اللهم بذمة الإسلام يتوسل إليك وبحرمة القرآن يعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الغاشمي العربي التغامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثواب ثواب من عبد سواك فإن قومان آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحما إنك أنت الوهاب فوعزتك لو انتغرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقيك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعتي رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهد لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمتي قبري أبكي أبكي لضيقي لحدي أبكي لسؤالي منكر ونكر إيا وماوي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ضغري أنظر مرتان عن لميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأن لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحيي فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكريك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جهودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحد عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانع لي من نزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إله ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك وكل عن جوابك ولسأوني وطاش عند سؤالك إياي لبيه فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي لا تردني ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري ورحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكني وبرحمتك أتعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ضل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إِلَهِ إِنْ كَانَ قَدَّنَا أَجَلِي وَلَمْ يُقَرْبْنِي مِنْكَ عَمَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِعْتِرَافَ إِلَيْكَ بِذَنْبِي وَسَائِلَ عِلَلِي إِلَى أَجِي إِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ أَوْلَى مِنْكَ بِالْعَافُ وَإِنْ عَذَّبْتَ فَمَنْ أَعَدَلُ مِنْكَ فِي الْحُوكِ إِرْحَامِ فِي غَاذِي الدُّنْيَا غُرْبَتِي وَعِندَ الْمَوْتِ كُرْبَتِي وَفِي الْقَبْرِ وَحْدَتِي وَفِي اللَّحْدِ وَحْشَتِي وَإِذَا نُشِرْتُ لِلْحِسَابِ بَيْنَ يَدَيْكَ ذُلَّ مَوْقِفِي وَاغْفِرْ لِي مَا خَفِي عَلَى الْآدَمِيِّينَ مِنْ عَمَلِي وَأَدِمْ لِي مَا بِهِ سَتَرْتَنِي وَارْحَمْنِي صَرِيعًا عَلَى الْفِرَاغَوَشِ تُقَلِّبُنِي أَيْدِي أَحِبَّتي وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ مَمْدُودًا عَلَى الْمُغْتَسَابِ يُقَلِّبُنِي صَالِحُ جِيرَتي وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مَحْمُولًا قَدْ تَنَاوَلَ الْأَقْرِبَاءُ أَطْرَافَ جَنَازَتِي وَجُدَ عَلَيَّ مَنْ قُولًا قَدْ نَزَلْتُ بِكَ وَحِيدًا فِي حُفْرَتِي وَارْحَمْ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ الْجَدِيدِ غُرْبَتِي حَتَّى لَا أَسْتَأْنِسَ بِغَيْرِي يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلاك سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجأ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفواك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائك فلا تعريق بوجهك الكريم عني وقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقص كنائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سؤل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهلي حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن نطلت عمراءه وحسنت عملاءه وأتممت عليه نعمتاك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكراماء وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكريك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياءين ولا سمعتين ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجيس والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني وجعلني من أنفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسواق وقضي عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء مين واخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي وجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا وجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحرور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاغرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لأن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولأن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك ولأن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدويك وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدويك اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقائك وأحبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرامة اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه وأبرأ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشال والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنهم لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك أنسى إليك فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغذت ولوث لا ألوث بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير وعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي وإقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبتني وردني من العيش بما قسمتني يا أرحمان رحمي